رغم المساعي الدولية لإقامة دولة فلسطينية مستقلة باعتبارها السبيل الوحيد لاستقرار الشرق الأوسط إلا أن المسؤولين الإسرائيليين يصرون على موقفهم المعارض لهذه الفكرة ويتذرعون بحجاج واهية ليس لها أي أساس من الصحة سوى إجهاض مساعي الأمن والاستقرار جديد ما حدث ما نقلته صحيفة واشنطن بوست عن مسؤول أمريكي أن إدارة بايدن تواصل مساعيها مع شركائها بالشرق الأوسط لوضع خطة مفصلة للتوصل إلى اتفاق سلام شامل بين إسرائيل والفلسطينيين يتضمن جدولاً زمنياً محدداً لإقامة دولة فلسطينية مستقلة مؤكداً أن ما وصفه بمفتاح الخطة هو التوصل لوقف إطلاق نار مبدئي بالقطاع والمضي قدماً في صفقة لتبادل المحتجزين وكما كان متوقعاً أثارت الخطة الأمريكية حالة من الرفض داخل حكومة نتنياهو المتطرفة حيث أكد وزير المالية بيتسلي إيل سموتريتش أنه لن تتم الموافقة أبداً على تلك الخطة ولن تتم مكافأة الفلسطينيين بدولة عاصمتها القدس مطالباً حكومة الحرب الإسرائيلية بمعارضة تلك الخطوة وزير الأمن القومي الإسرائيلي إتمار منغفير المعروف بتصريحاته الاستفزازية أكد أن العالم يريد أن يمنح الفلسطينيين دولة مستقلة وهذا لن يحدث أبداً على حد وصفه فيما برر رئيس كتلة معسكر الدولة بالكنست رفضه بأن إقامة دولة فلسطينية تشكل تهديداً وجودياً لدولة إسرائيل وستؤدي إلى خطر تكرار أحداث السابع من أكتوبر بينما طالب وزير شؤون الشتات عامي حايت شكلي بتهديد واشنطن باتخاذ قطوات أحادية مثل إلغاء اتفاقيات أوسلو الموقعة عام 1993 مع الفلسطينيين تصريحات المسؤولين الإسرائيليين تضرب كل المساعد دولية والإقليمية للسلام عرض الحائط وتؤكد أن آلة الحرب الإسرائيلية وحكومتها اليمينية لم تجبع حتى الآن من حظ أرواح الفلسطينيين العزل ورغم كل ذلك يأمل الفلسطينيون أن تتمكن دول العالم من إكبار حكومة نتنياهو على التوقف عن عدوانها والقبول بحلم إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود 1967 1967